في الوقت الذي تسجل فيه جامعاتنا الحكومية والخاصة رقما غير مسبوقا في المشاجرات الطلابية أرجع مراقبون هذه الظاهرة إلى أسباب عدة قد يكون من أبرزها اللباس الغير المحتشم داخل حرم الجامعة طلاب قالوا إن اللباس غير اللائق لبعض الفتيات هو إحدى أهم المسببات للمشاجرات الجامعية فيما أبدأ آخرون معارضتهم لهذا الرأي العنف الجامعي أغلبيته أغلبيته يعني بيكون من وراء البنات بشكل عام يعني إنه ما في مشكلة بترجع أصلها إلا بيكون من وراء بنت يعني مرات في بنات بلبسوا اللبس يعني فضيع يعني بتلاقي اللبس يعني مش أخلاقي يعني ما إلي دخل بالدين وبتلاقي مثلا بتصير بين العشائر إنه هاي بنت عمي لشي تطلع عليها هاي بنت هايك يعني نتوقع أكيد طبعا في يعني كل واحد يرجع أفواني لدينه يعني من المفروض ظنه يكونوا البنات يعني شوية محتشمات باللبس هذا اللي وصعنا عليه يعني الرسوسة هاسلم توقع على الموضوع أكيد رح يصير هاد الاشي ما أصلا كل مشاكل الجامعة سببها بنت بعدا تبدأ تكبر تكبر ما في كونترول أصلا على الموضوع ما يعني ما لها دخل لا لطبع أتوقع أنه لا أنا أتوقع أنه لا ما بيسير ما أعتقدش أنه إلو داعي أو إلو سبب في العنف الجامعي لأنه بصراحة أنه العقدة مش في البنات العقدة في نفس الشباب يعني لو الشاب هو من ضبط أخلاقيا ومن داره كان ما فيش داعي أنه يطلع على البنات وسمع حكي حتى تروح وتسوي مشاكل بنت أو تسمع حكي وتصير مشاكل كبيرة من تحت راس شغلة صغيرة وأنا مسميها شغلات تافة جنتا ويبقى العنف الجامعي ظاهرة تؤرق الدولة والمجتمع تتنوع مسبباتها ودوافعها لكن النتيجة واحدة غياب للعلم الذي يذهب الطلاب إلى الجامعة للحصول عليه حازم السردي الحقيقة الدولية